السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي ازايكم وعملين ايه? اخباركم ايه? اتمنى تكونوا خير وصحة وسلامة ان شاء الله. دلوقتي انا لو عندي موبايل قديم. موبايل قديم. اه ومش شغال. يعني مسلا التطش بتاعه بالمنظر ده كده. والتطش بتاعه اهو. سويا. والتطش بتاعه مش شغال. اقدر استفيد بالموبايل ده ازاي? او ان اقدر استخدم فيه او فيه امتيازات فيه الموبايلات دلوقتي نقدر نستخدمها ازاي? بص اقول لك على حين. فيه حتة اهي. يعني قطعة بسيطة اهي كده. انا معرضها لك اهي. اسمها اهي مدخلها زي مدخل الفلاشة او المدخل اي وصلة يوز بي. والمخرج بتاعها عبارة عن اه الشاحن. ده دي اسمها اوتو جي. دي اسمها وصلة اسمها اوتو جي. اوتو جي دي اللي هي ايه? بتبقى فيها زي مدخل الفلاشة والمخرج بتاعها مخرج الشاحن. الموبايل اللي معي ده فيه اه طبعا فيه مخرج الشاحن هو. مدخل الشاحن هو. فانا هدخل مدخل الشاحن ده. وهدخله في المدخل هو. بقى الوصلة اهي لوتو جي اهي. وده رجبة في الموبايل. من الوقت الموبايل ده انا بافترض هو شغال طبعا. بس انا بافترض ان الموبايل ده مش شغال. اعمل ايه? علشان اقدر استفيد منه او ان انا اقدر استخدم اه يعني اقدر استفيد منه باقصى مادة بدل ما روح اغير له شاشة ولا حاجة. بصد. ده استيح حاجة حاجة في البيت طبعا انت مش تنفى هتستخدم المواضة في الشارع ولا حاجة. بصد. طبعا لما انا جيت ركبت الوصلة بتاعة الاوتو جي دي كده. فانا دلوقتي هعمل ايه? هروح مركب الوصلة بتاعة الماوس. ده الماوس. تمام? بعد دلوقتي الماوس راكب جوه الموبايل. الماوس راكب جوه الموبايل. اهو. بص اهو. الماوس انا عايز بس اقول هلكم ازاي? بص. سويني. هجبها لكم من السورة الخلفية. خليكم معي لحظة. اه. بص كده. لما انا دلوقتي جيت تركبت الماوس. في ايه اللي حصل? بص انا دلوقتي مركب وصلة الاوتو جي اهي. دي وصلة الاوتو جي. تمام? ومركب فيها وصلة الماوس وهو الموبايل. بص لما اجيه حرك الماوس. بص. بقى يحصل ايه? اللي هو الماوس بيحرك. بص مسلا عايز افتح مسلا ما ليكن اه واتساب. فتح الواتساب. طب دلوقتي لو عايز اخرج ارجع الورا خالص اللي هو زرار اللي هو في النص ده كده. اروح رجع الورا. في المتاني? دلوقتي مسلا انا عايز وليكن افتح الرسائل الرسائل اهي. اهو فضحت الرسائل. طب انا عايز ارجع الورا خالص اروح اهي او ما دوس كليكي مين? رجعت. وهكزا. واعمله كده واعمله كده وان انا افتح مسلا اجتماعيات مسلا. وهكذا فيسبوك اه العمال في المتاني. فالفكرة كلها ان وصلة الاوتو جي دي ممكن تستخدمها كتير اوي. الوصلة دي كمان ممكن تستخدمها. انت كمان ممكن تشيلها دي كده اهي. اهي. وان انت ممكن مسلا تركب فيها مسلا اللي هو اه كيبل بتاع اه كيبورد لو انت بتكتب مسلا رسائل ولا حاجة او بتبعت مسلا رسائل بسرعة ولا حاجة تحط فيها كيبورد. او تحط فيها فلاشة. اه لو انت عايز تفتح فيها فلاشة هتفرق كتير اوي. اه وتقدر طبعا تشتغل عليه اللي هو كفلاشة او تحط في فلاشة وتشتغل عليها. بمجرد انت ما بتضيف فلاشة فيها بيبتدي يظهر الحاجات اللي موجودة على الفلاشة. اه والموضوع بيبقى اسهل ما يمكن. اللي انت بتتفرج على فيديو مسلا او على برنامج او على اي او على اي او على اي حاجة او بتسمع اغاني. بس من على الفلاشة. بمجرد ما بتشيل الفلاشة خلاص الزكرة انتهت. فاتمنى اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. ويكون نال اعجابكم وما تنساش طبعا تدعمني لو بعد اذن حضرتك لان خمسة تمانين في المية من اللي بتفرجوا عندي على اليوتيوب. يعني ما بيعملوش لايك ولا بيشتركوا. فاتمنى حضرك بس تشترك في القناة. وتعمل لايك للفيديو. وشكرا جدا لكم. ولو في اي حاجة افتباهي اتمنى. وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.